بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبايا ان شاء الله الفيديو اليوم كمان فيديو من الفيديوهات البسيطة السهلة السريعة بس كتير بتحتاجها الام وست البيت مشان التواك بتاعة الامورة الصغيرة دي كل يوم لازم نعمل لها شعرها موديل وكل يوم عايزة ضبابة او حمسة مية ضبابة مش عارفة يعني تبعة الشعر وكل يوم محتاجها لون شكل نحنا بنقدر نوفر لها اجمل ضبابات الشعر بابسط طريقة وبارخص الاسعار عنا بقايا خيوط كتير بالبيت وعندنا الوان وقبرتنا عنا وبإمكاننا نفرح البنوتي كل يوم بمشروع جديد بيلزمنا بس انه يكون معنا خيط انا المرة دي بدي اشتغل بأليس كريم يلي هو بيبي باتك الجانجا لان انا بدي اها شوي ملونة ومحتاجين الاستيك ده انا ما لقيت الاستيك اللي انا بديها اللي هو بيبقى استيك رفيع جدا سباعي مالو هل هذا بتبقى دائرته حتى اكبر ولكن والله درت كتير يعني وده فقط اللي كان متوفر بالنسبة للاستيك بتاع البنوة لذلك هنمشي نفسنا فيه المهم الفكرة وانتو من عندكم اشتغلوا بالمواد طبعا المتاحة لكم الفكرة بسيطة وسهلة كتير اول كل رح نجيب الاستيك نجيب خيطنا نعمل عدة البداية نجيب الاستيك ورح نشتغل فيه حشو نحن ندخل كده في الاستيك في الحلقة عادي نلف ونطلع من الحلقتين منذكر السبايا المبتدئات بالحشو الحشو هي غرزة مالها طول طولها يعني سلسلة واحدة لذلك ما منلف الخيط ندخل بداخل الحلقة نسحب الخيط نلف الخيط ونطلع من حلقتين رح نكرر كمان بيلزبني حط بداخل الاستيك ده من 45 سبايا الى 50 غرزة حشو يعني انا عندي دلوقتي واحد اتنين ثلاثة اربعة وفيكن ما تعدوا فيكن تضلوا وتشتغلوا لحتى تحسوا انه القسك ده اتملأ عفوا اتملأ قوي لان لما بنشد القسك كده مش عايزين الغرزات يبعدوا عن بعض كده يعني بامكانكم تشتغلوا بلا عدد ولكن هي تقريبا بتاخد ما بين 45 الى 50 غرزة حشو طبعا انا ما رح اخد وقتكن سبايا رح كمل وارجع لكم لما بنقفل السطر الاول انا خلصت السطر الاول سبايا الرامد الاول لقيت واخد معي فعلا 45 غرزة رح ندخل باول غرزة ونقفل بمنزلقة بس بنا ناخد بس الحلقة الخلفية سبايا قفلوا بمنزلقة ورح نبتدي نشتغل اربع سلاسة شغلنا كله سبايا رح يكون على الحلقة الخلفية فقط ونجي للحلقة الثانية ونشتغل منزلقة ورح نكرر واحد اثنين ثلاثة اربع ننتقل للحلقة التالية ونشبك بمنزلقة واحد اثنين ثلاثة اربعة منذكر المبتديقات بالمنزلقة بالمرة لانه في صبايا كتير عم يطلبوا دروس للمبتديقات نحن اثناء شغلنا صبايا اذا بتتابعونا بتلاقونا كل غرزة عم بتم شرحها رح ندخل بالحلقة الخلفية بس بتاعت السلسلة نلف الخيط ونطلع ونرجع نسحب الخيط تاني بدون ما نشتغل اي شيء ونطلع نسحبه من الحلقة التانية المنزلقة المنزلقة هي عبارة عن غرزة بدون طول سموها الغرزة النايمية عادة نستخدمها بيقفل الشغل كمان رح ننتقل للسلسلة التي تليها على الحفة الخلفية فقط نطلع ونسحب الخيط تاني واحد اثنين ثلاثة اربعة على الحفة الخلفية نسحب الخيط ونطلع الخيط التاني من الحلقة اللي على الإبري الشغل ده سبايا رح نكرره بكل الحلقة لما نوصل للأول انا انهيت الراوند الاول سبايا صدقوني يعني لو ده الواحد وكفايا يعني لو انتو محتاجين عن جد السطر ده كفايا يعني ممكن تكرر بس انا بدي اعطيكم افكار لو انتو حابين كمان تكبروه اكتر بتعرفوا البنت بتعمل شعرها ده الحصان الحلوي ده او ممكن تلفه الشنيون ده هيبقى حوالين الشنيون المهم ده الاساس انما انا بعدين رح نكمل الافكار بصوا بقى انا خل يعني انهيت حتى اخر السطر ودلوقتي بعد ما قفلت بمنزلقة باخر حرف خلفي للسلسلة رح انتقل بحشو لا اول سلاسل نحن عاملنا اهو ونبتدي نعمل اربع سلاسل بس بالسلسلة الان بدي سبت بحشو سبايا كده واحد اتنين ثلاثة اربع دي فكرة من الافكار لانه انتو ممكن جدا تعملوا اعمدة يعني خدوا الفكرة الاساسية افكار التوكات الشعر دي او الضبابات الشعر لا تنتهي اهو هنشتغل حشو اذا عندي السطر التاني هو اربع سلاسل بس ما ننسبت بكل سلسلة بحشو كما بس كده صبايا عملنا مكرر انا رح انهي للااخر وارجع نشوف رح نعمل ايه بالسطر التاني انا كده انهيت الراوند صبايا وبصلنا عند اخر غرزة بالحشو اللي طلعنا فيه بالاول رح نسبت كده بمنزلقة نسبت بغرزة السلسلة ونقص الخيط الان حبيتوا تكتفوا بها المرحلة كتير حلو اهو شوفوا جمالها طبعا نخفي الخيطان بعدين بسوا بس انا اصدى انه نشتغل مشان نعلمكم كيف منعملها طبقتين لو انتو حابين تعملوا طبقتين نحن نعمل ايه بسوا صبايا نحن اشتغلنا على الحافة الخلفية الان بقي عنا هنا حافة بدون شغل رح ندخل دحت الحافة الامامية اهي ونسحب خيطنا طبعا انا حاطة الحلقة على الابري مجهزة بسم الله نسبت وبدنا نشتغل نفس الشغل اللي اشتغلنا اللي هو اربع سلاسة ومنزلقة ولاحظوا هلأ بقى شغلنا كله على الحافة الامامية الهدف انه نعمل طبقتين اهو نفس الشغل بس منه نرجع نشتغل على الحافة الامامية واحد اتنين ثلاثة اربعة متل ما كنا نسبت بمنزلقة على الحافة الخلفية رح نجيب الحافة الامامية كده اهو ونطلع من الابرة واحد اتنين ثلاثة اربعة والحافة الامامية بس فقط الخالية اللي ما عليها شغل نسحب الخيط ونرجع نسحبه تاني واحد اتنين ثلاثة اربعة كمان حافة الامامية ونسبت بمنزلقة شغلنا متكرر سبايا اللي عملنا بالسطور السابقة انه عملنا اول سطر بمنزلقات والسطر التاني حشو بداخل السلاسل ده اللي رح نكرر انا رح نخلص ان شاء الله بتاع الغرزة يعني الامامية السطر الاول ونرجع سبايا انا كده انهيت اول سطر اللي هو المنزلقة على الحافة الامامية بدنا نرجع نكرر نفس العمل بالحافة الخلفية هنا لما اشتغلنا اربع سلاسل بالسطر التاني وسبتنا بحشو رح ندخل على اول انترة نشتغل حشو ونشتغل واحد اثنين ثلاث اربع وكمان عالسلاسل اللي بعد كمان واحد اثنين ثلاث اربع عالسلسل اللي بعد مشان نعمل طبقة تماما زي الطبقة الاولى يعني ما احنا كده عم نساوي حاجة بطبقتين عملة زي الكشكش ثلاث اربع شغل بسيط وسهل ومتكرر اهو سبايا انا رح كامل السطر للاخير ووريها لكم في الاخير سبايا كده خلصت السطر شوفوا الكيوت دي بقى حلوة ازاي عملة طبقتين من هنا بيمكنها نستخدمها للشعر بيمكنهم كمان البنات كتير بيستخدموه كده زي الاسويرة كمان بيمكنها ندخل للولي بالاخير كمان يعني نلضم اللولي مباشرة بالحبل ولما نشتغل نجي لنص الاربع دول نحبس وتجيب اللولي كمان مشان بيمكنها تستخدمها كاكسسوار دي كانت الفكرة اللي انتو بيمكن تخلقوا منها افكار تزيدوا اكتر تشتغلوا اعمدة تشتغلوا اكتر تشتغلوا طبقة كمان انا كنت عاملة واحدة منها شوفوا سادة وعلى دور الاول بس يعني الحافة الامامية والحافة الخلفية سبايا بس انا عاملتها بس دور المنزلقة برضو كمان شوفوا طلعت حلوة كتير يعني دي مجرد افكار مشان التزينات بامكانكم اولا تستثمروا بقية الخيوط اللي عندكن سبايا وبإمكانها تكون مشروع من مشاريعكم الصغيرة رحاول ان شاء الله خلال الفترة القادمة انه قلكم مشاريع صغيرة للبيع يعني في كتير اسر يعني بسمو اسر المنتجة بإمكانهم يعملوا هالمشاريع الغير مكلفة بالنسبة الون وهي واحد منهم وفي الكول ياللي انا كنت منزلته بشغل الكروشي ارجو انه يكون هالفيديو مفيد ولطيف وخفيف اذا عجبكم حطونا لايك للفيديو ولا تنسونا من دعوة بظهر الغيب حتى نلتقي في فيديوهات قادمة استبدعوكم الله الى اللقاء